أصطفى البنات على البنين بهذه الآيات صدحت حناجر حافظي كتاب الله تعالى في مسابقة جائزة قارئ إسطنبول لحفاظ القرآن الكريم في تركيا التي أقامها مركز الهدى للقرآن الكريم وعلومه والتي أقيمت السبت في إسطنبول بمشاركة 47 متسابقا من مختلف الدول العربية والإسلامية من المقيمين في تركيا وهذه المسابقة امتدت لمدة تقريبا ثمانية أيام كانت فيها مرحلة أولى تم اختبار 47 حافظا ثم بعد ذلك ترشح منهم 16 حافظا للمرحلة النهائية التي نحن بصدد إعلان نتائجها أول مسابقة في حفظ القرآن الكريم كاملا للجاليات العربية بحيث تكون المسابقة مفتوحة لكل الجاليات المسابقة رائعة جدا وأروع ما فيها هي مستويات المتسابقين مستويات ما شاء الله راقية جدا وعالية في التجويد والصوت وكذا وأيضا بساطة البرنامج البرنامج كلما كان بسيطا كلما كان إن شاء الله أقرب إلى الإخلاص وإلى السنة هذه أول مسابقة للضيوف المقيمين في تركيا أشارك فيها أكثر المسابقات التي أشارك فيها كانت خاصة بالأتراك وما يميز هذه المسابقة أنها اشتملت على متسابقين من عدة الدول وسمعنا أنواع من التلاوات بطريقة مميزة 16 متسابقا خاضوا التصفيات الأخيرة والتي تمخض عنها عشرة فائزين حصل المتسابق مؤيد محمد من سوريا على المركز الأول وأحمد شهيد من المغرب على المركز الثاني أما المركز الثالث فكان للمتسابق مهند خليل غزال من سوريا بفضل الله كانت مسابقة جدا ناجحة تنظيميا وأداء الحمد لله يعني تنوعت الأسئلة بين السهولة والصعوبة راعت عدة مستويات الحمد لله كانت مسابقة متميزة الحمد لله كان لجنة التحكيم يعني كادر متميز يعني كانت فيها نوع من اكتساب الخبرة أيضا يعني مفاجأ يعني تشاركنا في هذه المسابقة الجليلة العراقية طبعا وصراحة شيء مفرح جدا وفرح يعني أجواء التنافس بين حفاظ القرآن الكريم من العربي وغيرهم من المقيمين في تركيا لم تطغى على روعة هذا التجمع الروحاني وعكست رغبة واضحة بالفوز وإصرارا من المتنافسين على التصدر ليكونوا في زمرة الفائزين الحفظة وهو ما ترك عند لجنة التحكيم قناعة بجدية المنافسة وأهميتها